اشتركوا في القناة للباطل جولة وأية جولة وللحق دولة ولدولة الحق صولات وصولات وصولات وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثلي بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري إنه مذهب مراجع حوزة النجفي وكربلاء الطوسية مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية الحلقة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة من برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة إمام زماني كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ مجان الله منها وما يكون لنا لا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الشذوذ الجنسي ظاهرة واضحة في المذاهب الدينية العباسية المذهب الطوسي مثالا هذا هو عنواننا الكبير وهذا هو الجزء الثاني في أجواء هذا العنوان الكبير ستستمر هذه الأجزاء في حلقات قادمة حتى يكتمل الموضوع أما العنوان الصغير المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي وقلت لكم من أنني سأحدثكم عن هذا الموضوع في عدة مستويات بشكل سريع أولا المستوى العقائدي الفكري نظرياً وعملياً ثانياً المستوى الفتوائي المرجعي نظرياً وعملياً ثالثاً المستوى الثقافي الوجداني عبر الأدب والفن رابعاً رابعاً المستوى الواقعي العملي في أجواء المؤسسة الدينية الطوسية من الكبار إلى الصغار في داخل المؤسسة نفسها خامساً المستوى الاجتماعي والمجتمعي والسياسي العام الذي يحيط بالمؤسسة الدينية الطوسية بعبارة أخرى الواقع الاجتماعي والمجتمعي التابع لها التابع للمؤسسة الدينية الطوسية بدأت حديثي في الحلقة الماضية مع المستوى الأول المستوى العقائدي الفكري نظرياً وعملياً وجئتكم بمثال من أهم كتب منهج الحكمة الإلهية التي تدرس في الحوزة الطوسية ويفتخر دارسوها ويفتخر مدرسوها يفتخرون بدراسة أو بتدريس هذا الكتاب الأسفار الأربعة إنه كتاب كما يقولون في الحكمة المتعالية أما في نظري فهو في الحكمة المتسافلة لأن الحديثة في هذه الحكمة يقودنا إلى الغلمان وإلى الأدبار بعد ذلك فهذه ما هي بحكمة متعالية إنها حكمة متسافلة قرأت ما قرأت عليكم من هذه القذارة في هذا الكتاب الكتاب المزبلة أتحدث عن الأسفار الأربعة مفخرة الحكمة الإلهية في المدرسة العرفانية الشيعية وفقا للمذهب الطوسي العباسي القذر أذكركم ببعض الذي قرأته عليكم في الحلقة الماضية كي يتواصل بحث من حيث انتهيت مما قاله صدر المتألهين يسمونهم بالعرفاء الشامخين أنا لا أدري هل هم شامخون أم عندهم بعض شيء يكون شامخا عندهم لا أدري في الحقيقة على أي حال العرفاء الشامخون أصحاب التذوق الإلهي المتذوقون بالذائقة الإلهية المتألهون أرباب القلوب أصحاب المعنى أهل المشاهدة والكشف هسا ذول مكشفين من فوق من جوهم ما أدري أهل المشاهدة والكشف إلى سلسلة طويلة من هذه الألقاب والأسماء التي استوردوها من نواصب سقيفة بني ساعدة من الصوفيين وفي المناسبة فإن اللواط ينتشر في الأجواء الصفية كثيرا لأنهم يعرضون عن الدنيا زهدا ولا يتزوجون فماذا يفعلون بعد ذلك يتحولون إلى لواطين الحال هو هو في الفاتيكان الفاتيكان مركز من مراكز اللواط في العالم وهذا كله موثق بالوثائق عشرات آلاف القضايا رفعت على الفاتيكان لأنهم يلوطون في أطفال المسيحيين يلوطون فيهم القساوسة والرهبان رجال الدين بلا دين في كل الأديان إنهم أتباع الشيطان ورجال الدين عندنا في المذهب الطوسي بلا دين مسخرة هؤلاء وأنتم مسخرة حينما تقدسونهم فرجال الدين بلا دين ولذلك سيجتمعون بقضهم وقضيضهم كما تحدثنا روايات العترة الطاهرة سيجتمعون بقضهم وقضيضهم لقتال إمام زماننا ويحولون فيما بينه وبين الدخول إلى النجف يريدونها أن تبقى ممتلئة باللواط لأن الإمام قادم لتطهيرها من قذارتهم العراقيون يعرفون العراقيون الأكراد يعرفون والعراقيون السنة يعرفون والعراقيون الشيعة يعرفون يعرفون أن أكثر مدينة في العراق ينتشر فيها اللواط النجاف هذا ما هو بسر أكشفه العراقيون جميعا يعرفون هذا أقرأ من الجزء السابع من الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة هذا هو الإسم الكامل للكتاب وهو معروف بكتاب الأسفار أو بكتاب الأسفار الأربعة هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الثالثة والسبعين بعد المئة هكذا يقول صدر الدين الشيرازي فمن أجل ذلك أوجدت العناية الربانية في نفوس الرجال البالغين رغبة في الصبيان وتعشق ومحبة للغلمان الحسان الوجوه ليكون ذلك داعيا لهم إلى تأديبهم يعني الموحلوين ما يتأدبون شي سوون يعني إذا واحد موحلو شي سو يعني إذا موحلو لا يروح للحوزة بس الحلوين إذا راحوا للحوزة مدللين أنا لا أسيء الظن هو يقول هو هذا حكيم الحوزة وإمام المدرسة العرفانية الطوسية القذرة هو يقول هكذا فمن أجل ذلك أوجدت العناية الربانية في نفوس الرجال البالغين ماذا أوجدت العناية الربانية رغبة في الصبيان وتعشقاً وتعشقاً ومحبة للغلمان الحسان الوجوه ليكون ذلك داعياً له إلى تأديبهم وتهديبهم وتكميل نفوسهم من ناقص بس من جوه وتكميل نفوسهم من ناقص وتبليغهم إلى الغايات المقصودة في إيجاد نفوسهم إلى أن يقول في الصفحة نفسها ولأجل ذلك أمر المشايخ مريديهم إنهم مشايخ العرفان مشايخ المدرسة العرفانية الطوسية ولأجل ذلك أمر المشايخ مريديهم في الابتداء بالعشق بعشق ماذا هو يقول يتحدث عن استحسان شمائل المعشوق وجودة تركيبه واعتدال مزاجه وحسن أخلاقه وتناسب حركاته هذه مهمة جدا وتناسب حركاته لأن الحركات تنعكس عن التضاريس البدنية وتناسب حركاته وأفعاله وغنجه ودلاله ودلاله فهذا العشق ماذا يفعل كما هو يقول يقول هو معدود من جملة الفضائل وهو يرقق القلب ويذكي الذهن وينبه النفس على إدراك الأمور الشريفة ولأجل ذلك أمر المشايخ مريديهم في الابتداء بالعشق لماذا يبتدعون بالعشق حتى يستطيعوا أن يحبوا الله أن يعرفوا الله طيحين الحظ زيارات الأئمة وأدعية الأئمة وأحاديث الأئمة في الكافي وغيره في المعارف الإلهية تشككون في أسانيدها وتشككون في متونها وتردون من عندنا نصير فرخشية حتى نستطيع أن نحب الله من طيح الله حظكم وحظ المذهب الطوسي من يوم تأسس إلى هذا اليوم بل ينبغي في الصفحة الخامسة والسبعين بعد المئة بل ينبغي استعمال هذه المحبة هذا العشق للغلمان الحسن الحسن الوجوه بل ينبغي استعمال هذه المحبة في أواسط السلوك العرفاني وفي حال ترقيق النفس وتنبيهها عن نوم الغفلة ورقدة الطبيعة وإخراجها عن بحر الشهوات الحيوانية في هذه المرحلة في أواسط السلوك العرفاني لا بد أن نعشق صبيا جميلا أن نعشق غلاما حسن الوجه حتى تصبح قلوبنا رقيقة وماذا نفعل بعد ذلك ننتبه عن نوم الغفلة ورقدة الطبيعة في حالة شموخ وقيام ننتبه من نومنا هذا هو الذي يقال له حكمة إلهية أنا أسأل ذول السرسرية الموجودين بالحوزة هي هذه الحكمة الإلهية ليدرس هذا الخراء يسمون عارف وحكيم ومتأله وليدرس أحاديث أهل البيت يسمونه حشوي أو مبتدع وخارج عن المذهب خارج عن إجماع المذهب وفي زماننا يصفونه بأنه ماسوني بأنه عميل للمخابرات ليدرس حديث أهل البيت وليدرس هذا الخراء يصير عارف متأله من طيح الله حظكم وحظ موازينكم يا هتلية وسرسرية تلومونني أن أستعمل الألفاظ السوقية في وصف هؤلاء الحمير هذه هي الحكمة الإلهية الحكمة الإلهية التي علمنا إياها رسول الله ويعلمهم الكتاب والحكمة تلك هي الحكمة الإلهية وتلك هي التي بايعنا عليها في الغدير أن لا نأخذ التفسير إلا من علي وآل علي وأن لا نأخذ الفهم إلا من علي وآل علي وأن لا نفكر إلا بقواعد المنطق العلوي الشريف لأن نأخذ هذا الخراء من صدر الدين الشيرازي وأمثاله من العرفاء سجع واحد لأن نأخذ هذا الخراء من صدر الدين الشيرازي وأمثاله من العرفاء نذهب إلى فاصل يا من نفذ في كل شيء أمره يا من لحقه به كل شيء علمه يا من بلغت إلى كل شيء قدرته يا من لا تحسل عباد و نعمه يا من لا تبلغ الخلائق خلائق و شكرا يا من لا تدرك لأفهام جلاله يا من لا تنال الأوهام كنه يا من العظمت و الكبر يا الرداء يا من لا ترد العباد قضاء يا من لا ملك إلا ملك يا من لا عطاء سبهانك يا ل الغرف يا من له المثل الأعلى يا من له الصفات العليا يا من له الآخرت والأولى يا من له الجرد المهبان يا من له الآيات الكبرى يا من له الحسن يا من له الحكم والقضاء يا من له الهواء والفضاء يا من له العرش والسرام يا من له السماء وات العلا سبهانك يا من الله والله الهواء والفضاء 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 قلت لكم في الحلقة الماضية من أن جوهر كتاب الأسفار الأربعة لصدر الدين الشيرازي مأخوذ من الفتوحات المكية لمحي الدين ابن عربي صدر الدين الشيرازي توفي سنة ألف وخمسين للهجرة محي الدين ابن عربي الطائي المغربي الأندلسي توفي سنة ستمية وثمانية وثلاثين للهجرة أهم كتاب عند ابن عربي الفتوحات المكية إنه قرآن الصوفيين النواصب من نواصب سقيفة بني ساعد وهو هو بعينه ونفسه قرآن عرفاء المدرسة العرفانية الشيعية الطوسية هذا الجزء الذي بين يديه هو الجزء الثالث من الفتوحات المكية وهذه الطبعة هي طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى الفين واربعة ميلادي في الصفحة العاشرة يحدثنا ابن عربي الذي هو إمام وسيد وأستاذ صدر الدين الشيرازي معنويا وإلا فإن الزمان فيما بينهما بعيد قلت لكم ابن عربي توفي سنة ستمية وثمانية وثلاثين للهجرة صدر الدين الشيرازي توفي سنة الف وخمسين للهجرة صدر الدين الشيرازي من علماء العصر الصفوي في إيران صدر الدين الشيرازي يطلب منا كي نصل إلى الله كي نعرف ديننا أن نبدأ بعشق الغلمان أن نبحث عن غلام جميل حسن الوج بعيون ناعسة وخدود سقيلة كي نعشقه قربة إلى الله تعالى نريد أن نصل إلى الله ما تقوله الزيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم هذا هذا فيه خلل خلل المعرفة الحقيقية تبدأ من هنا من عشق الغلمان كي نصل إلى الله يا ضحين حظ على هدك ماذا يقول ابن عربي الشيخ الأكبر ونحن قضي علينا ما بين صدر المتألهين وبين الشيخ الأكبر هنا يحدثنا عن أئمة العرفان الذين نأخذ الفيض منهم يقول ابن عربي واعلم أن رجال الله أن رجال الله في هذه الطريقة هم المسمون بعالم الأنفاس وهو اسم يعم جميعهم وهم على طبقات كثيرة وأحوال مختلفة إلى أن يقول شيخنا الأكبر ابن عربي لعنة الله عليه يوم ولد ويوم عاشه ويوم ألف هذا الكتاب يوم ابتدأ به ويوم انتهى من تأليفه ويوم مات ويوم دفن في قبره ولعنة الله عليه يوم يبعث حيا هكذا يقول ومنهم من رجال الله من يكون ظاهر الحكم ويحوز الخلافة الظاهرة بين الناس كما حاز الخلافة الباطنة الخلافة الباطنة تلك صلة فيما بينه وبين الله ونحن كذلك يمكننا أن نكون إذا ما عشقنا الغلمان والصبيان ومنهم من يكون ظاهر الحكم ويحوز الخلافة الظاهرة كما حاز الخلافة الباطنة من جهة المقام من هم هؤلاء كأبي بكر وعمر وعثمان وعليا والحسني يتحدث عن الحسن السبت ومعاوية ابن يزيد وعمر ابن عبد العزيز والمتوكل المتوكل أيضا من الذين حازوا الخلافة الظاهرة وحازوا الخلافة الباطنة أقذر خليفة مأبون بين الخلفاء العباسي أقذر خليفة مأبون ما بقي عبد في قصره إلا ولا طفي كان يحب العبيد الضخام هذا أحد أئمتنا أحد أئمتنا في العرفان هذا هو ابن عرمي ما أنا الذي أقول ويستمر في هذا الهراء إذن أئمتنا الذين يصل إلينا الفيض منهم ظاهرا وباطنا يعني من فاقه من جوه المتوكل وأمثال المتوكل عرفتم الخرأ الموجود هنا من جاي جاي من هذه البالوعة هذا الخرأ اللي ناكله إحنا في الحوزة في دراسة الأسفار الأربعة ونفتخر بتدريسه ودراسته هذا الخرأ جاي من هذه البالوعة أما أحاديث أهل البيت فإنها ترفض وتحارب ويستهزأ بها ويستهزأ بدارسيها وحق الحسين الشهيد ادخلوا إلى الشبكة العنكبوتية واكتبوا اسمي فماذا يقولون عني وماذا يسطرون من الأكاذيب لماذا لأنني أرفض هذا الخرأ وأدعو إلى إصلاح المؤسسة الدينية لأنني أرفض المذهب الطوسي النجس هذه هي الحقيقة من الآخر نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي ليسوا متورطين بهذه المفاسط وإنما هو كلام يقال أسألكم هل هذا هو دين العترة الطاهرة أين هذا في قرآننا أين هذا في أدعيتنا وزياراتنا أين هذا في أحاديث أهل البيت وهي آلاف 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 مؤلفة ينكرونها السفلة ينكرونها ويأخذون بعضا منها الذي يتفق مع ثقافة نواصب سقيفة بني ساعدة فتعالوا كي نحسن الظن بهم من أنه لا يوجد أحد في مراجع المذهب الطوسي ممن يقوم بهذه الأفعال الشائنة لكن هذا المنطق لماذا يدرس ولماذا يقبل ولماذا يرفع شأن أساتذته ولماذا يمجد مؤلفه مؤلف الكتاب ولماذا يحترم الذين يدرسون هذا الخراء في الوقت نفسه يهان الذي يدعو الناس إلى دراسة حديث أهل البيت لماذا هناك مشكلة هناك مشكلة موجودة في بنية المؤسسة الدينية الطوسية هذه المشكلة خلاصتها في هذا العنوان المذهب الطوسي هذه المشكلة مشكلتنا في المذهب الطوسي هذا المذهب العباسي القذر النجس أنتقل بكم إلى المستوى الثاني المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا سأضرب لكم أمثلة من فتاوى مراجعكم الذين تقلدونه لن أذهب إلى القدمة وإنما سأحدثكم عن الخوء الذي هو أساس المرجعية المعاصرة ولازال مقلدوء الخوء يقلدونه وبالمناسبة كثيرون من مقلدي السيستاني لا يقلدون السيستاني يقلدون الخوء عمليا لكنهم يقلدون السيستاني في مسألة البقاء على تقليد الخوء لأنه لا يوجد بين الخوئيين من يعتقد أن السيستاني أعلم من الخوء فكل مقلدي الخوء الذين كانوا يعتقدون بأعلميته بحسب هراء الحوزة الطوسية بقوا على تقليده لأنه هو الأعلم لكن البقاء على تقليده تم بتقليد السيستاني في البقاء على تقليد الخوء نبدأ من الخوء هذا هو الجزء الثاني من كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى ألف أربعمية واحد وثلاثين هجري قمري دار الصديقة الشهيدة قموا المقدسة هذا هو الجزء الثاني صفحة ثلاثمية واثنين واربعين رقم السؤال سبعمية واثنين وعشرين هذه الأسئلة وجهت إلى الخوء والكثير منها في آخر أيام حياته وأجاب عليها سؤال سبعمية واثنين وعشرين صفحة ثلاثمية واثنين واربعين من الجزء الثاني من صراط النجاة وتوجد طبعة بعد هذه الطبعة فيها جزء ثالث المسألة ذكرت في الجزء الثالث برقم سبعمية واربع وثمانين والمسألة بعينها موجودة في الموقع الألكتروني الرسمي لمؤسسة الإمام الخوعي على الشبكة العنكبوتية على أي حال أنا أقرأ من الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إلى مواصفاتها ماذا جاء في السؤال هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر ومن المرأة لعورة أخرى لمجرد اللعب والمزاح أيه لعب هذا رجل يلعب بعورة رجل آخر مع فرض عدم إثارة الشهوة واحد ما يحطها بخطة مع هذا الفرض واحد يحشيها عدلة واحد يلعب بغراب الثاني ووحدة تلعب بغراب الثانية بس لالله نحشيها عدل مع فرض عدم إثارة الشهوة آية الله العظمى أبو القاسم الخو إيه هكذا أجاب لا يحرموا في الفرض بحسب المفروض في السؤال والله العالم والله مدللتكم المرجعية اشتردوا بعد واحدا يلعبوا بغراب الثاني ووحدة تلعبوا بغراب الثانية وتونسوا وانسوا لمجرد اللعب والمزاح بهذا الشرط مع فرضي قطعا مع هذا الفرض مع فرضي عدم إثارة الشهوة وعود احنا نقبض من دباش هو هذا دين العترة هذا دين العترة أم هذا دين العباسيين اللوطيين والسحاقيين العباسيون رجالهم لوطيون ونساؤهم سحاقيات كقوم لوط أقرأ السؤال مرة أخرى على حضاراتكم أنتم أنتم الذين تقدسون المرجعية التي هي صمام الأمان هذا الصمام بيام وكان موجود أم لا أدري قلونا وين موجود هذا فوق جوه هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر ومن المرأة لعورة أخرى لمجرد اللعب والمزاح قضية بريئة هناك براءة في الموضوع لماذا يا أخي تعقد الموضوع القضية كلها لعب ومزاح واحد يلعب بحواج الثاني شكوا به ووحدها تلعب بغراضة ثانية شكوا به ما بيج لماذا هذا التعقيد يسر يسر يا أخي يسر الأمر الدين يسير النبي صلى الله عليه وآله يقول اليسير ما يسرتموه على أنفسكم والعسير ما عسرتموه على أنفسكم إن مع العسر يسر يا أخي يسر يسر في الدين وإلعب بغراض صاحبك وإنت هم لعب بغراض صاحبك ما بيش هذا ما بيش لمجرد اللعب والمزاح هذا هو دين العترة نحن نتحدث بأحاديث أهل البيت تستهزئون بنا ولد المدس ولد القنادر نتحدث بزياراتهم وأدعيتهم أولاد الكلب تستهزئون بنا وأنتم تصدرون هذه الفتاوى فتاوى مع السرسرية هذه فتاوى مع الهتلية السستاني إن لم يكن قد كتب مثل هذه الفتاوى فهو قد أقر مقلدي الخوئي على تقليدهم وأن يعملوا بهذه الفتاوى فهذا إفتاء بأن هذه الفتاوى جزء من الدين من قبل السستاني ما هذا هو الذي حدث على أرض الواقع مقلد الخوئي بقوا على تقليد الخوئي بإجازة من بإجازة من السستاني يعني أن السستانية يقول هذه الفتاوى جزء من دينكم فاعملوا بها لو لم يكن كذلك لماذا لم يستثني هذه الفتاوى وبالمناسبة الباقون كذلك هذه الفتاوى لم تصدر من الخوئي خلافا للمنهج الاستنباطي الطوسي هذه الفتاوى لها جذورها الطوسية في منهج الاستنباطي في حوزة النجف وكربلاء في حوزة الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية هذا هو الواقع وأنا أتحدث في بث مباشر وهم يسمعونني لن يستطيع أن يرد على كلامي لأن الذي أقوله حقائق هذه فتوى الخوئي والسستان أقرها والباقون على نفس هذا المنهج والخوئي لم يفتي بهذه الفتوى خلافا للمنهج الاستنباطي الذي عليه كل مراجع النجف وكربلاء وكذلك مراجع قوم هذا هو المنهج نفسه فحتى الذين لم يسألوا هذا السؤال ولم يجيبوا هذا الجواب لو سؤلوا فإنهم سيجيبون بهذا الجواب إلا إذا وجدوا فيه حرجا من قبل الناس عليهم لكن إذا ترك الأمر إليهم فإنهم يجيبون بمثل هذا الجواب لأن المنهج الاستنباطي هو الذي يخرج هذه النتيجة وبإمكانكم أن تتأكدوا من صحة كلامي من الذين يمتلكون خبرة في هذا المجال على أي حال نحن والخوئ سؤال يطرح نفسه هنا من الذي سأل هذا السؤال عوام مشيعة لا يسألون هذا السؤال لأنهم لا يفكرون بهذا الأمر عوام مشيعة من متديني الشيعة لا يقومون بهذا الأمر ولا يفكرون به حتى يسأل المرجع غير المتدينين لا يسألون هذه الأسئلة عوام مشيعة إما أن يكون متدينين أنا أقسم بالله وفي شهر رمضان أن عوام مشيعة لا يفعلون هذا بحسب ما أعرفه فأنا ابن هذا الواقع وبحسب تجربة الطويلة في الجو الديني وبالممازجة والاختلاط مع عوام الشيعة ومن مختلف الطبقات عوام مشيعة من المتدينين لا يقومون بهذا الأمر أصلا لا يخطر في بالهم أن يمد أحدهم يده على عورة صديقه أو قريبه كي يلعب بها هذا الأمر لا يفعله صدقون عوام مشيعة عوام مشيعة ضحايا عوام مشيعة مساكيين لكن مشكلتهم مثل ما نقول في التعبير الشعب العراقي ناصحهم وفاضحهم واحد حينما ننصحهم لا يقبلهم لا يقبلهم لقد سُلبت عقولهم وسُلبت إرادتهم ودمرت فطرتهم من قبل مراجع الضلال في النجف وكربلاء وحق الحسين عوام مشيعة الذين أعرفهم لا يفعلون هذا ولا يخطر في بالهم ولذا لن يسألوا هذا السؤال أتحدث عن المتدينين من عوام مشيعة أما غير المتدينين هل يوجهون أسئلة لمراجع الدين لا علاقة لهم بمراجع الدين هذا السؤال سؤال آخندي من نفس العمائم العمائم هم الذين يفعلون هذا حينما أقول العمائم إنني أتحدث عن أصحابها عن أصحاب العمائم إذا أردتم أن تعرفوا خلفية هذا السؤال من أين ينطلق من أين يأتي أنا أقول لكم فأنا الخبير بهذا أنا أعرف الواقع الشيعي بتفاصيله هؤلاء الخوئيون السيستانيون سائر المعممين يتخذون من يوم التاسع من ربيع الأول يوما للعبث مع أن مراجعهم لا يعتقدون أن عمر بن الخطاب قتل في التاسع من ربيع الأول الخوئي لا يعتقد بهذا السيستاني لا يعتقد بهذا بقية المراجع لا يعتقدون بهذا محمد باقر الصدر لا يعتقد بهذا هم يرفضون الرواية المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه والتي رواها عن أمير المؤمنين في أن عمر بن الخطاب قتل في التاسع من ربيع الأول ويتمسكون بما رواه الطبر المؤرخ السني الناصبي المعروف الذي توفي سنة 310 للهجرة في كتابه تأريخ الأمم والملوك ذكر أن عمر بن الخطاب قتل في أواخر شهر ذي الحجة ولذا فإن مراجع النجف وكربلاء يعتقدون أن عمر بن الخطاب قتل في آخر شهر ذي الحجة مثل ما يقول الطبري وبقية المؤرخين من نواصب سقيفة بني ساعد ويرفضون ما جاء عن أمير المؤمنين برواية إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه من أن عمر بن الخطاب قتل في التاسع من ربيع الأول أضرب لكم مثال هذا هو الجزء التاسع من أهم كتاب من كتب الخوئ التنقيح في شرح العروة الوثقة في الصفحة 331 وهو يتحدث عن الأغسال وما يرتبط بغسل يوم التاسع من ربيع الأول فيقول على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم يشير إلى مقتل عمر على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم يعني في اليوم التاسع من ربيع الأول وإن كان معروفا عند العوام إلا أن التأريخ أثبت وقوعه في السادس والعشرين منذ الحج فليلاحظ وإن كان معروفا عند العوام من أين جاءت المعلومة للعوام من الرواية الطويلة المفصلة عن إمامنا الهادي والتي رواها عن أمير المؤمنين حيث حدث أمير المؤمنين حذيفة بن اليمن عن فضائل اليوم التاسع من شهر ربيع الأول من كل سنة من جملة ما ذكره من خصائص هذا اليوم أن عمر بن الخطاب قتل في هذا اليوم في اليوم التاسع من ربيع الأول ومن هنا فإن العوام من الشيعة يعتقدون بهذا أما المراجع فهم لا يعبؤون بما تقوله العترة وإنما يتمسكون بما أثبته الطبري الناصبي وغيره في كتب التاريخ وهذا مثال واضح أنا أقرأ عليكم من كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقة للخوئي وهذا الجزء التاسع صفحة 331 على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم وإن كان معروفا عند العوام إلا أن التاريخ أثبت وقوعه أثبت وقوع مقتل عمر في السادس والعشرين من ذا الحج فهم لا يعتقدون بأن عمر قد قتل في التاسع من ربيع الأول لكنهم لأنهم سفلة أو سرسرية أو هتلية أو ساقطين يعقدون الاحتفالات ويفعلون فيها ما يفعلون على سبيل المثال هناك حي خاص بالخوئيين والسيستانيين في مدينة قم يعرف بمدينة العلم بني أيام الخوئي بناء حديثا وأعطيت تلك البيوت للخوئيين وبعد ذلك حينما جاء السيستاني وكان على وفاق مع أولاد الخوئي أعطيت أيضا للسيستانيين في التاسع من ربيع الأول في كل سنة يقيمون الاحتفالات فرحا بمقتل عمار والسيستاني لا يعتقد بأن عمار قد قتل في التاسع من ربيع الأول وكذلك الخوئي وكذلك المراجع الذين سبقوا الخوئي وكذلك محمد باقر الصدر وكذلك بقية المراجع الموجودين الآن لا يعتقدون في أن عمار قد قتل في اليوم التاسع من ربيع الأول لماذا لأن الرواية عن الإمام الهادي ضعيفة السند ويشكلون على متنها أيضا بينما يأخذون كلام الطبري من دون سند ومن دون أن يبحثوا في السند يأخذونه أخذ المسلمات هذا هو الذي أقوله لكم من أنكم لستم على دين العترة ما عندكم من فقه من فتاوى من عقائد ما هي من دين العترة هؤلاء أخذوا دينهم من نواصبي سقيفة بني ساعدة لكنهم موهوا على دينهم من ناصبي بشيء من ثقافة العترة الطاهرة وأخذوا الأمور السطحية التي تتفق مع الذي يقبله نواصب سقيفة بني ساعد هذه الحكاية لطالما أكررها عليكم هذه هي الحقيقة من الآخر فهؤلاء في احتفالاتهم هذه كبار المعممين هم لا يعتقدون بأن عمر قد قتل في هذا اليوم لكنهم يريدون أن يفعلوا مفاسدهم عوام الشيعة تقبل ذلك فيعقدون مجالس خاصة في مدينة العلم لأصحاب العمائم من الخوئيين والسيستانيين ومن في أجوائهم يجعلون مكانا خاصا للنساء ومكانا خاصا للرجال والنساء مثل ما تقول الفتوى والرجال مثل ما تقول الفتوى يلعب بعضهم بأعضاء البعض الآخر هذا الكلام ما هو افتراء صدقوني في أحد السنوات التي كنت فيها في مدينة قم جاءني في صبيحة اليوم الذي تلى يوم احتفالهم هل أقاموه في التاسع من ربيع الأول بعده بيوم قبله بيوم لا أتذكر لكنهم أقاموا احتفالا بهذه المناسبة هذا الشخص لا زال حيا وبإمكاني أن أتصل به وأن أطلب منه شهادة تسجيلا صوتيا وإن كنت لا أريد أن أحرجه كان موجودا في ذلك الاحتفال جاءت هدية جاءت هدية من المكان الذي تحتفل فيه النساء لم يكن المكان ملاسقا مكان النساء كان منفصلا لكن النساء بعثنا بهدية ما هي هذه الهدية لمحفل الرجال كيكة كبيرة صنعت على هيئة فرج امرأة على هيئة الفرج وهم وهم أيضا بعثوا بهدية إلى محفل النساء بعثوا بكيكة كبيرة على هيئة ذكر ذكر رجل وخصيتين أنا لم أكن موجودا هناك لكن من كان موجودا هناك هو الذي حدثني بهذا الحديث وأنا أثق بحديثه لو لم أكن واثقا من حديثه لما نقلته في هذا البث المباشر وفي شهر رمضان في مثل هذه الأجواء تتم هذه الأمور ولذا فإن السؤال قد صيغ بصياغة آخندية هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر من وراء الثياب ومن المرأة لعورة أخرى هذه صيغ آخندية لم يقل السؤال لعورة امرأة أخرى لو كان كاتب السؤال من عوام الشيعة لكتب هكذا ومن المرأة لعورة امرأة أخرى ولكن السؤال جاء مكتوبا بهذه الصيغة ومن المرأة لعورة أخرى لمجرد اللعب والمزاح مع فرض عدم إثارة الشهوة الخوئ هكذا أجاب لا يحرم في الفرض والله العالم بحسب ما فرض في السؤال فليس هناك من حرمة بالله عليكم هذا هو دين العترة هل كان الأئمة يفعلون ذلك هل كان أصحاب الأئمة يفعلون ذلك دين العترة من أين نأخذه من أئمتنا عبر رواة الحديث هل كان رواة الحديث يفعلون هذا أم أن الأئمة كانوا يفعلون هذا من أين جئتم بهذا الدين وأئمتنا يقولون لنا ما من شيء من أحكام الدين من شؤون الدين إلا وهو في الكتاب والسنة في حديث النبي والعترة الطاهرة في سنتهم الشريفة ما من شيء إلا وهو موجود في الكتاب والسنة أين هذا من الكتاب أو من السنة مناعي الوالدية نأتي بالروايات تنكرونها ثم تأتوننا بهذه القذارة وتجعلونها دينا والخوء يضيف هذه العبارة والله العالم أي علم هذا من أفتى بغير علم بغير علم من الكتاب أو من العترة أكبه الله على من خري في نار جهنم وهذا مصداق من مصادق الفتية بغير علم السيستاني يؤيد هذا لأنه أقر مقلدي الخوء على العمل بكل فتاوى الخوء مرزى أجواد التبريزي مرجع خوئي آخر أيضا يعلق مجيبا على هذا السؤال لأن هذا الكتاب صراط النجاة يشتمل على إجابات الخوءي وإجابات ميرزى أجواد التبريزي الذي قالوا عنه بعد وفاة الخوءي بأنه هو الأعلم هسا إحنا ما ندري إياه هو الأعلم محمد الروحاني الأعلى علي الغروي إجواد التبريزي السيستاني البطيخ القنادر ما ندري إياه هو الأعلم إياه هو اللي يجي وقالوا هذا هو الأعلم وهم واحد أضرط من الثاني التبريزي أيضا يجيب على السؤال يا باية التبريزي هل يجوز لمس العورات التبريزي هكذا يقول يحرموا مع الشهوة والتلذذ بس إذا ماكوا شهوة ما بيجي يحرموا مع الشهوة والتلذذ أو كان في البين مهانة إذا يظهر أن اللعب بعورة الرجل يسبب مهانة له يكونوا محرما بس إذا هو راضي القاضي راضي وين أكم هانة هم راضين واعد يلعب بغراضه الثاني والنسوان هم راضية وحدة تلعب بغراضه الثاني تلاحظون أن الفتوى عن الرجال والنساء بالضبط مثل ما حدثتكم عن الذي يجري في مدينة العلم وفي غيرها مدينة العلم هذه مدينة الخوئيين والسيستانيين مدينة العلم ادخل علم من كل مكان من كل صفحة من فوق ومن جوه وهذا هو العلم هذا هو العلم واحد يلعب بغراضه الثاني هذا شذوذ جنسي أو لا المستوى الثاني الشذوذ الجنسي في المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا قلت لكم تفلوا بوجهي إذا ما أجيب لكم الوثائق ومن كتبهم لازال الحديث طويلا طويلا والله لأفضح المذهب الطوسي فضيحة مجلجلة فيما بين الشيعة والسنة فأنا على علم الكثيرون من السنة يتابعون برنامج هذا لأفضح المذهب الطوسي في هذه الحلقات فضيحة مجلجلة وما هذا الذي أتحدث عنه إلا شيء بسيط بالقياس إلى الفضائح القادمة هذا لا يعد بشيء الذي أتحدث عنه الآن لا أتحدث عن الشذوذ الجنسي إنما أتحدث عن تفاصيل الشذوذ الجنسي وما بعده وما بعده سيجعلكم تنظرون إلى الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي لا قيمة له القبائح في المذهب الطوسي عظيمة وإني لأفضح المذهب في هذا البرنامج ما بين الشيعة والسنة ما بين المسيحيين وغيرهم لعل بعضا من الدخيين يلتفتون إلى الحال الذي هم عليه نذهب إلى فاصل يَا حَبِيبَ مَنْ لَا حَبِيبَ لَهِ يَا طَبِيبَ مَنْ لَا طَبِيبَ لَهِ يَا مُجِيبَ مَنْ لَا مُجِيبَ لَهِ يَا شَفِيقَ مَنْ لَا شَفِيقَ لَهِ يا رفیق من لا رفیق لا يا مغیث من لا مغیث لا يا دلیل من لا دلیل لا يا انیس من لا انیس لا يا رحم من لا رحم لا يا صاحب من لا صاحب لا صبحان که یان یان یا کافیا من استکفا یا آدیا من استهدا یا کالا من استکلا یا راعی من استرعا اشتركوا في القناة اتعلمون ان جانبا من المزاح فيما بين طلابي الحوزة في النجف وكربلاء في مدارسهم الدينية التي يعيشون فيها ويبيتون فيها بمثابة الأقسام الداخلية في الجامعات والكليات اتعلمون ان جانبا من المزاح هو هذا قلت لكم قبل قليل عوام الشيعة لا يفعلون هذا ولا يسألون عن هذا لكن هذا يجري في المزاح فيما بين المعممين من طلابي الحوزة في النجف في المدارس الدينية لا اقول هذا الامر افتراضا ولا تعليلا انا جزء من هذا الواقع واعرف هذه التفاصيل بدقة ونحن في شهر رمضان انا لا اكذب عليكم هنا انا انقل لكم الحقائق الدقيقة لو لم تكن هذه المطالب حقائق دقيقة لما تفوهت بها ما حاجتي اليها لست محتاجا لها لا انتفع منها شيئا بالعكس هذه ستجر علي الويلات حينما افضح هؤلاء السفلة سيسعون بكل ما اوتوا لاذائي انني لا انتفع شيئا من هذا انما اريدكم ان تعرفوا الواقع وكيف ضحك على اجيالنا السابقة وعلى اسلافنا الماضية المذهب الطوسي عمره الف عام منذ سنة اربعمية وثمانية واربعين وحينما ستكتمل الالف عام سيقيمون الاحتفالات بمناسبة مرور الف عام على تأسيس حوزة السفاهة والسقوط الاخلاقي اتحدث عن حوزة النجف ولو لم تكن كذلك لماذا صارت مدينة النجف مدينة اللواط الأولى في العراق لماذا يا ايها العراقيون ويا ايها الشيعة بشكل خاص لماذا لا تسألون انفسكم هذا السؤال لماذا صارت مدينة النجف مدينة اللواط الأولى في العراق لماذا ماذا نقرأ في احاديث العترة الطاهرة وكيف ان ابليس نشر اللواطة في قوم لوط الرواية طويلة هذا هو الكافي وهذا هو الجزء الخامس من طبعة دار التعارف بيروت لبنان صفحة خمسمية وسبعة واربعين باب ثلاثمية وسبعة وسبعين الرواية الخامسة وهي رواية مفصلة عن امامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه ماذا فعل إبليس كي يعلم قوم لوط اللواط بحسب قرآننا فإن اللواط لم يكن معروفا وكذلك السحاق قبل قوم لوط علماء الآثار يقولون شيئا آخر ذلك راجع إليه بحسب قرآننا فإن اللواط لم يكن معروفا وكذلك السحاق قبل قوم لوط الآيات صريحة في ذلك لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع إبليس رتب لهم برنامجا الرواية طويلة إلى أن أخذه رجل كي يبقيه في بيته وكان إبليس قد تصور لهم بصورة غلام جميل جدا مثل ما يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه فإذا هو غلام أحسن ما يكون من الغلمان أخذه رجل في بيته الحكاية فيها تفصيل لا مجال للخوض فيها وإنما أذهب إلى موطن الحاجة فلما كان الليل صاح صاح إبليس فقال له ما لك لماذا تصرخ لماذا تبكي فقال له ما لك فقال كان أبي ينومني على بطنه يقول له أنا لا أستطيع أن أنام وإنما كان أبي ينومني على بطنه الرجل لم يكن يعلم ماذا يريد إبليس وماذا يخطط كان يتعامل معه على أنه غلام صغير فقال له تعالى فنم على بطني قال فلم يزل فلم يزل يدلك الرجل يعني يلعب بمذاكيره مثل ما تقول هذه الفتوى فلم يزل يدلك الرجل حتى علمه أنه فلم يزل يدلك الرجل يدلك الرجل يعني يلعب بمذاكيره مثل ما في الفتوى حتى علمه أنه يفعل بنفسه علمه كيف يلوط فيه فلاط الرجل بإبليس فأولا علمه إبليس والثانية علمه هو الثانية علمه هو إما أن إبليس لا طفي أو أن المراد أن الرجل علم قوم لوط ما فعله بإبليس هناك العديد من الوقائع هذه واقعة واحدة إبليس قام بعدة أمور وبعدة وقائع علم فيها قوم لوط أن يلوطوا فيه وأن يلوط فيهم فلاطوا فيه ولاط فيهم ثم انتقل إلى النساء بعد أن انتشر اللواط بين الرجال وذهب إلى النساء بصورة فتاة جميلة حسنة وفعل الأمر نفسه هذا فعل إبليس هذه الفتوى في زماننا كيف يوصلها إبليس إلى الناس عبر نوابه عبر نوابه ولذا دائما أقول لكم هؤلاء ما هم بنواب صاحب الزمان هؤلاء نواب الشيطان والشيطان ينطق على ألسنته وينطق بألسنته أنا أسألكم بحق الحسين هذا منطق العترة هذا منطق الزهراء وآل الزهراء هذا منطق الحسين وآل الحسين هذا منطق الحجة بن الحسن الذين يضحكون علينا هؤلاء السفلة شياب سفلة سرسرية يضحكون علينا يقولون لنا نحن نواب صاحب الزمان ويضحكون علينا بهذا الهراء وهذا الخراء يسمونها فتاوى هذه لا تستحق أن تسمى فساوى فساوى كثير عليها نذهب إلى فاصل اللهم انی اسل و جب اسمك يا خالق و يا رازق يا ناتق و يا صادق يا فالق و يا فارق يا فاتق و يا راتق يا سابق و يا سامق سبحانك يا من يا من جال الظلمات والانوار يا من خلق الظلم الحرور يا من سخر الشمس والقمر يا من قدر الخير و الشر يا من خلق الموت والحيان يا من له الخلق و نب يا من لم يتخذ صاحبت ولا ولدا يا من ليس له شریک و فلمون يا من لم يكن له ولی من الدول سبحانك يا لال الغاب رجعاً أعرضوا لنا صورة الخوء و أعرضوا لنا كذلك صورة السستان و أعرضوا لنا صورة إجواد التبريز هؤلاء هؤلاء هم الذين يصدرون لنا هذه الفتاوى لن لن أعلق أكثر من الذي علقت وإنما أنتقل بكم إلى فتوى أخرى من نفس الأجواء من مراجعنا الكبار ومن الأجواء النجفية الطوسية ومن المدرسة الخوئية المدرسة الخوئية هي المدرسة المسيطرة على الواقع الشيعي في النجف وغير النجف في النجف في كربلا في قوم وفي مشهد في كل مكان في لبنان في باكستان توجد مدارس وحوزات الهيمنة والسيطرة فيها لتلامذة الخوئي محمد صادق الرحاني رجاء أن اعرض لنا صورته من تلامذة الخوئي وهو الذي كان يقول عن الخوئي من أنه أعلم علماء الشيعة في عصر الغيبة الكبرى توفي قريبا محمد صادق الرحاني وبعد وفاته خرج علينا الكثيرون يحدثوننا من أنه كان حامي حمى المذهب حامي حمى المذهب الطوسي ألا لعنة الله على المذهب الطوسي رجاء أن اعرضوا لنا صورة موقعه الألكتروني الرسمي هذه صورة من موقعه الألكتروني الرسمي واعرضوا علينا بعد ذلك صورة للفتوى التي أريد عرضها وقراءتها على المشاهدين وها هي صورة الفتوى أمام المشاهدين سأقرأها رجاء أبقى الصورة إلى أن أكمل قراءة الفتوى السؤال ما حكم إدخال الزوجة شيء يفترض بحسب العربية شيئا ما حكم إدخال الزوجة شيء والقراءة الصحيحة شيئا في دبر الزوج أثناء المداعبة هل هو جائز أم حرام أم يجعل الزواج باطلا ويفصل بين الزوجين مثل اللواط السؤال فيه شيء من الارتباك ويفصل بين الزوجين مثل اللواط يبدو أن السائل قد ارتبك ذهنه فلا يوجد مثل هذا الشيء من أن اللواط يفصل بين الزوجين إلا في حالته إذا كان هناك رجل لا طب غلام وأوقب فيه لا طب غلام وأوقب فيه يعني أولجه في دبره فإن أم ذلك الغلام وأخته وبنته إذا كان عنده من بنت أو تكون بعد ذلك أمه أخته وبنته تحرم حرمة أبدية على الذي لا طفي يعني إذا لا ط رجل برجل فإن أم الذي فعل به وأخته وبنته يحرم على الفاعل الذي لا طب أن يتزوج منهن حرمة أبدي ربما يقصد السائل هذا ولكن صورة السؤال لا علاقة لها بهذا الموضوع نعود إلى أصل السؤال ما حكم إدخال الزوجة شيئا في دبر الزوج أثناء المداعب الجواب باسمه جلت أسماؤه لا إشكال في ذلك بين الزوج وزوجته وهناك في زاوية الجواب هناك الختم الرسمي الشرعي لهذا المرجع لمحمد صادق الروحاني هذا لواط صناعي وإلا ماذا ستدخل الزوجة في دبر الزوج أثناء المداعب ماذا ستدخل فيه مثلا هل ستدخل فيه مثلا جهاز الموبايل كي تحتفظ به أو عندها دفتر ملاحظات فتدخل دفتر الملاحظات في هذه المكتبة ماذا ستدخل في دبره إنه اللواط الصناعي من الذين يسألون هذا السؤال الكلام نفسه عوام الشيعة المتدينين أقسم بالله لا يسألون هذا السؤال لأنهم لا يعرفون هذا الأمر ولا يفكرون فيه إلا الذين يكونون ملاصقين للآخنديين الذين يكونون قريبين من مكاتب المراجع من أولادهم من أصهارهم من وكلائهم أما عامة الشيعة من المتدينين فوالله لا يخطر في بالهم هذا وإنهم لا يأنفون أن يفعلوا هذا لا يقبلون أن تدخل زوجاتهم في أدبارهم شيئا أنا متأكد من هذا وإن كنت أصفهم بالدخيين لكن في بواطن نفوس هؤلاء هناك غيرة علوية لقد خد علي في بواطننا وفي بواطن آبائنا وأجدادنا لقد خد أخاديد الغيرة وحتى الذين يذهبون للدراسة في حوزة النجف فإنهم يذهبون والغيرة تتسجر في نفوسهم لكنها تنتهي هناك حينما يعانقون المذهب الطوسي القذر النجس وإلا كيف يجيب مرجع بهذا الجواب وبالمناسبة البقية على نفس هذا الجواب وإذا سألتموهم الآن وخالف بعضهم إنه يخاف الفضيحة لماذا لأن محمد الصادق الروحاني أجاب وفقا للمنهج الاستنباطي الأصولي الطوسي النجسي الناصبي القذر وإلا هذا يجري في بيوت الأئمة أنا سأحدثكم عن موقف الأئمة ولكن بعد أن أستعرض فتاوى الضلال هذه فتاوى الشذوذ الجنسي هل هذا موجود في بيوت الأئمة الزوجة تلوط بزوجها لواطا صناعية أتعرفون خلفية هذا السؤال أنا سأحدثكم هذا السؤال في سنوات ماضية استغربت من طرحه علي عدة مرات متصل اتصل بي من لبنان يسألني نفس هذا السؤال هنا في لندن سئلت عدة مرات ولما سافرت إلى الكويت سألني العديد من الأشخاص هذا السؤال لكن الذين سألوني هم من أجواء الحوزة أو من القريبين من المعممين أجبتهم وسأذكر لكم الجواب الصحيح حينما أعود للحديث في الإجابة عن هذه الأسئلة وفقا لدين العترة هذه الأجوبة الآن وفقا لمذهب الطوسي اللعين بحثت عن الموضوع لماذا هذا السؤال الحكاية هكذا هنا في أوروبا خصوصا في بريطانيا وفي ألمانيا وحتى في الدول الأخرى لكن بحدود علمي في السنوات الماضية قبل الكورونا سنويا يقام معرض هنا في لندن وربما أكثر لا أدري لكنني متأكد من أن معرض يقام سنويا في لندن وفي ألمانيا أيضا يقام أكثر من معرض ماذا يقدم في هذا المعرض يقدم في هذا المعرض آخر من تجاتي الصيحة الجنسية من الملابس والاكسسوارات والأدوية والمراهم والمشروبات التي ترتبط بالعملية الجنسية وهناك الكثير من التكنولوجيا والأجهزة المعممون هنا يبعثون بمبعوث من قبلهم يبعثون أحد المعممين فيذهب متخفيا كي يطلع على ما يعرض في هذا المعرض ويشتري وربما يأخذ وكالة من الشركات لأن بعض المعممين يبيعون هذه الأجهزة على سائر المعممين في الدول الأخرى في الخليج مثلا هناك من المعممين هنا في لندن يشترون هذه الأجهزة الجنسية ويبعثون بها إلى المعممين في دول الخليج عندنا عندنا تعبير في الثقافة الشعبية العراقية يقال للأشخاص المتمولين والمرفهين والمنعمين يقولون هذا فايخ ذولا فايخين المعممين في لندن وفي الخليج فايخين يبحثون عن التقنيات الحديثة في آخر صيحات الجنس فمما انتشر بين المعممين هنا في أوروبا وفي دول الخليج وحتى في العراق حقيبة جميلة جدا هذه الحقيبة إذا ما فتحتها ستواجهك ثلاثة ذكور رجالية مصنوعة من الحجم الكبير أحدها باللون الأبيض والآخر باللون الأحمر والثالث قد يكون باللون الأخضر أو ربما باللون البنفسجي أو ربما باللون الأزرق الثالث يختلف لونه من حقيبة إلى أخرى كل لون له خصائصه هناك الكتاب الدليل هذه الذكور تنتشر وتنتصب إما عبر بطاريات أو عبر الشحن على الكهرباء منها ما هو مزيت منها ما هو شديد الحرارة منها ما هو يخذف مادة كثيرة بحسب المواصفات أصحاب العمائم صدقوني هذه المعلومات دقيقة اشتروا هذه الحقائب هم لا يعطونها لزوجاتهم ربما البعض منهم إنما يعطونها لزوجاتهم بحسب ما يقولون من أنه زواج منقطع إلا الذي اتفق مع زوجته بالعقد الدائم لكنهم في الغالب يمارسون قذاراتهم الجنسية مع النساء بالعقد المنقطع ولا هو عقد منقطع ولا بطيخ زنا رسمي على أي حال فيطلبون من هذه المرأة بعد أن يشحنوا الذكرة الصناعية بالطاقة الكهربائية إما من البطارية أو من الكهرباء الرئيسة وله حزام تلبسه المرأة بحيث يكون في موضع الذكر عند الرجل ثم تدخله في دبر حجة الإسلام والمسلمين أو في دبر آية الله وتشتغله وإلا كما قلت لكم ما هو هذا الشيء الذي تدخله الزوجة في دبر زوجها هي أدري هو الثلاجة والداخلة شيء مثلا من الأشياء التي توضع في الثلاجة هو ديلاب مثلا خزانة مكتبة ماذا تدخل في دبره سؤال خبيث سؤال أخندي خبيث ما حكم إدخال الزوجة الشيء في دبر الزوج الخطأ اللغوي والمعنوي هذا طبيعي عند أصحاب العمائم وحق الحسين مطايا 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 ذول ما حكم إدخال الزوجة شيء في دبر الزوج أثناء المداعبة باسمه جلة أسماء أية مقدمة هذه هذه المقدمة الراقية يأتي بعدها المنطق الشيطاني القذر لا إشكال في ذلك بين الزوج وزوجته قلت لكم عوام الشيعة يأنفون عن هذا عوام الشيعة الذين أعرفهم كثيرون منهم لا يكشفون عن مؤخراتهم أمام زوجاتهم صدقوني يأنفون من هذا خصوصا أولئك الذين عندهم هوس بالأعراف العشائرية لا أتحدث عن الجميع أقول هناك من الناس من هو هذا حاله أما هذا الفعل هذا فعل جماعته الآخنديين الميت ميتي وأعرفه هتلي وسرسري وساقط وكلب ابن كلب وخنزير ابن خنزير الميت ميتي وأعرفه نذهب إلى فاصل من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباطر صلوات الله وسلامه عليه جاء في خروج السفياني واليماني والفراساني في سنة واحد وفي شهر واحد في يوم واحد ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كل وجه ويل لمن ناواه وليس في الرايات أهدى من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستخيم فحينما تفتح المرأة الحقيبة تسأله هل تريد الأبيض أنا لا أفترض فريضة هذا هو الذي يجري فيقول لها أريد الأحمر لأنه شديد الحرارة والبعض يطلب أن تدخل فيه كل الألوان الواحدة تلو الآخر كيف يضحكون على أنفسهم ويضحكون على نسائهم من أن العملية هذه تؤدي إلى تنشيط الرجل جنسيا وهذه كذبة لا حقيقة لها لا في العلم المعاصر ولا في ديننا فهم يضحكون على النساء من أن فعلنا هذا بهم لأجل تنشيط حالتهم الجنسية أقرأ عليكم رواية من الكاف الشريف عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذا هو الجزء الخامس من الكاف الشريف من طبعة دار التعارف بيروت لبنان صفحة خمسمية واحد وخمسين باب ثلاثمية وثمانية وسبعين الحديث الأول بسنده عن الكلين عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أمكن من نفسه طائعا يلعب به ألقى الله عليه شهوة النساء وهذا مصداق واضح هذه فتاوى مراجعكم القذرة فتاوى المذهب الطوسي ما حكم إدخال الزوجة شيء في دبر الزوج أثناء المداعبة لا إشكال في ذلك بين الزوج وزوجته النبي الأعظم يقول من أمكن من نفسه هذا يطلب بنفسه هذا أكثر مما جاء في الحديث الذي جاء في الحديث شخص يطلب من ويمكن الذين يطلبون من يمكنهم من نفسه أما هذا هو الذي يطلب الأحمر والأبيض وال بنفسجي من أمكن من نفسه طائعا يلعب به ما هو هذا لعب به يلعب به ألقى الله عليه شهوة النساء وأقرأ عليكم من مستدرك الوسائل وهذا هو الجزء الرابع عشر من طبعة مؤسسة مؤسسة آل البيت قموا المقدسة في الصفحة الخمسين بعد الثلاثمائة الحديث التاسع عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من أمكن من نفسه طائعا في دبره ثلاثا يعني باللون الأبيض والأحمر والبنفسجي والأخضر هذا مصداق من المصادق من أمكن من نفسه طائعا في دبره ثلاثا ألقى الله عليه شهوة النساء صدقوني هذا الأمر منتشر في أجواء المعممين هنا في أوروبا وفي الخليج وفي لبنان وحتى في النجفي وكربلا للذين لهم تواصل مع المعممين الفاخين العايشين هنا في أوروبا وهناك الكثير أيضا من الشباب الذين لهم علاقة بالدوائر المرجعية وهم قريبون منها أيضا وقعوا في هذا المأزق هذه الفتوى لأجل هذا الأمر وإلا فعوام الشيعة لا يعرفون شيئا من هذا لهذا السبب فإن مدينة النجف مدينة اللواط الأولى في العراق هذا ما هو بسر العراقيون يعرفونه جميعا وستأتين التفاصيل وقت الحلقة انتهى والكلام طويل اشتردون بعد امدللين دلال واحد يلعب بحوائج الثاني أولواط هم صناعي ثود كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية ثود لعب بيها لعب يا شيعة وأيضا فإن القلم مرفوع عنكم ولعب لعب ماذا أقول لكم الشكوى إلى إمام زماننا الشكوى ليس من هؤلاء وإنما الشكوى إلى إمام زماننا من الحمير الذين يتبعونه ذول صقاطات وهتلية ونحن نعرف وهؤلاء هم أصل الفساد أتحدث عن العمائم الكبيرة عن عمائم المذهب الطوسي القذر هؤلاء شياطين نواب الشيطان وإلا كيف يصدرون هذه الفتاوى أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطفسيين اللحناء شفتم شفتم الطوسيين شلون معدلين تعدل من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعه الخوثان الثولان الأغبياء أسألكم الدعاء جميعا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أمان الله